اشتركوا في القناة وفي بعض الدول يعني في بعض الدول في بعض التركات يعني تقسيم التركة مال يأخذ عليه مال البعض الأصل الله على أنا لا أدري نحن عندنا الآن الأصل أنك تقسم لأنه فتوى وجاءك إنسان استفتيك استفتي الشق تدفع كذلك فتوى أفتاوى الحمد لله جاءه شيء الحمد لله وإلا عوض الله سبحانه وتعالى في بعض من يقسم التركات عندنا المهم عندهم تركة فيها مناسخات يقال فيها حال أربعين ميت كل ما يقسم التركة رجل ويرفع يعني يسموه شباكة الإرث يرفع هذا الشباكة للمحكمة عندنا القاضي يرد القضاء عندنا في الغالب يعني إذا كانت المسألة طويلة ما يقسم يرجعها إلى المتخصصين في التقسيم فالقاضي يرجع يقول خطأ ورث تعبوا فقال يشق قسمها أنت قال أنا ما أقسم القاضي المهم جاء لأحد يعني المعروفين قسم التركات وقالوا تقسم لنا التركة قال لي قيرات يعني المسائل سيأتي أي مسألة نرجعها إلى أربع عشرين قيرات هذا يريد كم قيرات له ويبقى ثلاثة عشرين قيرات قالوا قسم على هذا المبدأ لي قيرات والباقي لكم والله وقسمها قسمة رئيس المحاكم لا يرد لكم هذا القسم قسمها وأخذ القيرات والحمد لله رب العلم